هنروح برضو للكرة الطائرة رجال والحقيقة بتلاقي بقى بعد نهاية الموسم لعيبة كتير بتبقى مصابة وعندها إصاباته محتاجة عمليات وبيكونوا مأجلين هذه العمليات وبيتحملوا على ألامهم عشان يكملوا الموسم ولو تفتكروا السنة الفاتت آية الشامي آية الشامي فنشت الدوري وهي كتفها عندها قطع فرباط طب كتفها ايه كتفها اليمين اللي بتضرب بيه وكملت الموسم وهي بتعاني من الألام لغاية ما خلصت الموسم وسافرت عملت عملية الكتف وكات لسه راجع الملعب من أشهرين ثلاثة وكات بتشارك في أفريقيا طبعا لسه ما رجعتش لطوف فرم بتاعها ولكن بعد الموسم خلص عملية عملية نفس الكلام بالنسبة للرجال مين عندنا ربنا يا رب يشفيه سف عابد سف عابد أثناء الموسم تعرض لزائدة جات له فيه قصبة الرجل دي بتجي نتيجة خبطة كدمة بتتكلس فبيحصل زائدة الزائدة دي مع النط تعمل لك ألام مبرحة قصبة رجلك العظمة بتاعة قصبة الرجل اللي وش القدم وش الرجل من قدام كده أو قصبة الرجل وش السمانة من قدام كده دي دي بتبقى يعني عظمة حساسة جدا أي خبطة فيها بتروح عاملة تكلسات حصل ده مع سف عابد عمل عملية ربنا يا شفيه رب ونطمر عليه إن شاء الله يكون ربنا هو عملها مبرحة العملية ونجحت الحمد لله هيحتاج طبعا راحة شوية وبعي كده علاق طبيعي إن شاء الله سيف يقوم منها بالسلام ويرجع تاني الملعب بكل يعني أمان وطبعا هو هيكون يعني هياخد طبعا دي صورته هو قبل دخول العملية وطبعا أكيد هيعمل برنامج تأهيلي سريع عشان يلحق مع المنتخب استداداته لدورة الإولمبية إن شاء الله في باريس منتخب كرة طائرة مشارك إن شاء الله في الإولمبيات جنبا إلى جنب مع منتخب كرة اليد منتخب كرة السلة عنده معترك شديد جدا هو أنه عايز ياخد بطاقة تأهل ما بين ثلاث قرات وده يعني أمر صعب جدا 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 على منتخب كرة السلة كنا نتمنى أنه يتأهل من خلال كأس العالم ياخد ترتيب جيد في كأس العالم بالنسبة لأفريقيا كانت أهل على طول ولكن طبعا جنوب السودان تأهلت يعني الإولمبيات لأنها كانت أحسن ترتيب في كل الفرع الأفريقية التي شاركت في كأس العالم